اشتركوا في القناة والمؤشرات ليوم الجمعة الموافقة السادس عشر من ديسمبر من العام 2022 وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط والشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولا تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة على الجنيل الإسترليني تصدر في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهو مبيعات التجزئة وعلى اليورو في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا أيضا يصدر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني وفي تمام الساعة الثانية عشر ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة على الجنيل الإسترليني يصدر مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي والمركب وتختتم البيانات في تمام الساعة الواحدة مساء بتوقيت مكة المكرمة على اليورو بصدور خبر مؤشر أسعار المستهلكين إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونلاحظ أخواني العزاء أن الدولار الأمريكي يتمرد على قرارات الاحتياط الفيدرالي ويعود لمهاجمة الأسواق بشراسة وذلك في ظل تلقي الدعم الإيجابي من خلال ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وأيضا في ظل عودة تباين البيانات الأمريكية حيث أننا شاهدنا تباين جديدة في البيانات الأمريكية وشاهدنا أيضا انخفاض طلبات الإعانة الأمريكية الذي تؤكد حديث السيد جيرون باول والذي قد تحدث أن المشكلة الحقيقية في التضخم هي في سوق العمل وأنه ليس من السهل القضاء على التضخم الخاص بسوق العمل وأنه يحتاج إلى الوقت والمزيد من الإجراءات لمحاربة التضخم المستعصي الخاص بسوق العمل الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب الاقتصادي إذن أخواني العزاء نلاحظ أنه على إثر هذه البيانات شاهدنا ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي مجددا ونشاهد قوة للدولار الأمريكي ومحاولة للعودة ولكن حتى اللحظة وعلى الصعيد الفني نشاهد أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يتداول في ظل القناة الهابطة وأن التداولات فشلت باختراق مستوى 104.700 وهو الشرط الذي تحدثنا عنه في التحليل السابق أن اختراق 104.700 سوف يلغي السيناريو السلبي وسوف يفتح الضو الأخضر لمؤشر الدولار الأمريكي للصعود وتكوين مسار فرعي صاعد قد يستهدف مستوى 107 وعودة التداولات أدى 104.700 قد تهدم جميع الآمال الدولار الأمريكي بالعودة إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار وشاهدنا المركزي الأوروبي يحذى بحذو الاحتياطية الفيدرالية وتعامل بنفس السياسة النقدية لتخفيف وتيرة التشديد وعلى إثر قوة الدولار الأمريكي نشاهد العودة للتصيحات وحتى اللحظة نشاهد تراجعات لا تزال تصنف على الصعيد الفني كتصحيحات لأقل ولا أكثر وذلك باستمرارية التداولات أعلى مستوى 1.05000 ولن نستطيع أن نشاهد أن الزوج ونجزم أنه قد خرج عن التداولات الإيجابية إلا بكسر مستوى 1.05000 والتداول دونها ودون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات أعلى المستويات المفكورة لا تزال تصنف أي تراجعات قد تطرأ كتصحيحات وحركة صحية للأسعار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونشاهد أن زوج الباون دولار في ظل تعامل البنك إنجلترا المركزي بنفس وتيرة الاحتياطي الفيدرالي نشاهد تراجع في الجنير الإسترليني بتزامن مع قوة الدولار الأمريكي ونشاهد الأسعار تقترب من منطقة الدعم الرئيسية الماتلة عن مستوى الواحد فاصل عشرون ألف والذي لن نجزم على عودة قوة الدولار الأمريكي وتكوين مسار هابط إلا بكسر مستوى الواحد فاصل عشرون ألف واستمرارية التداولات أعلىها لا تزال تضعف السيناريو السلبي للزوج إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملاقب بالمجنون ونشاهد التداولات تتمحور حول مستويات هامة جدا وهو مستوى 168 والذي يتمحور معه المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مما يزيد أهمية هذا المستوى حيث أن كاسم مستوى 168 قد يخلق موجة تصحيحية هابطة عيد اختبار مستوى 166 ولن تلغى هذه نظرة السلبية التصحيحية إلا بالعودة مجددا أعلى 168 إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد مع قوة الدولار الأمريكي تعود الأسعار مجددا إلى القناة العرضية متلقية الدوافع السلبية من خلال التداولات أدنى نتوسط نتحرك لمدة 55 يوم وأدنى مستوى 0.68 ألف واستمرارية التداولات دون المستويات المشار إليها سوف تؤدي بالهبوط إلى مستوى 0.65 ألف إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ويعود الدولار الأمريكي مجددا ليتمرد أمام الين مقتربا من منطقة المقاومة الهامة الماثلة عن مستوى 139 والذي إذا نجحت الأسعار باختراقه سوف نشاهد انطلاقه قوية جدا للدولار الأمريكي قد تستهدف مستوى 144.500 ويشترط لتحقق هذا السيناريو الإيجابي هو اختراق مستوى 139 إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ولا جديد يفكر حيث أن الأسعار لا تزال أسيرة للتداولات العرضية المحصورة ما بين مستوى 18 ليرا ونصف و18.65 ولن نشاهد إيجابية للدولار الأمريكي وتحقيق مكاسب حقيقية قد تصل إلى مستوى 18.85 و19 ليرا للدولار الواحد على المدى المتوسط إلا باختراق مستوى 18.65 إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد مع قوة الدولار الأمريكي تتراجع البيتكوين وتحرم من العودة على المسار واستعادة الزخم الإيجابي مقتربة تداولات من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 16.500 دولار والذي إذا نجحت الأسعار بكسرها سوف يفقد البيتكوين الفرصة الهامة لاستعادة الزخم الإيجابي وقد نشاهد انهيارات طال البيتكوين قد تصل به إلى مستوى 15.000 دولار و14.000 دولار على المدى المتوسط إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ومثل ما ذكرنا سابقا التداولات دون مستوى الأربعون سنت لا تزال تثقل على كاهل الريبل وتهوي به إلى مستويات بالقرب من مستوى 37 سنت وهذا استمرت التداولات بهذا الشكل قد نشاهد المزيد من الخسائر الذي تطال مستويات الأربع وثلاثون سنت وثلاثة وثلاثون سنت مع قوة الدولار الأمريكي الذي قد عزز قوته من خلال ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ومن تباين البيانات الأمريكية الخاصة بالتضخم وحتى اللحظة نشاهد الذهب يخرج عن المسار الإيجابي وتداول دون الأب تريند لاين ودون المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وعودة الذهب أدنى 1790 دولار للأنصة الواحدة قد تعيد خلق موجة هابطة تستهدف مستوى 1745 و 1725 دولار للأنصة الواحدة خلال التداولات القادمة ولن يتحرر ملك الملاذات الآمنة الذهب من الضغوط البيعية الذي يتعرض لها بسبب قوة الدولار الأمريكي إلا إذا نجح بالعودة على مستويات 1790 دولار للأنصة الواحدة إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام يفشل للمرة الثانية على التوالي باختراق مستوى 78 دولار مقابل البرميل الواحد ولكن حتى اللحظة لا تزال هناك محاولات للثبات أعلى متوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وإذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 78 دولار سوف نشاهد انطلاق الصاروخية للأسعار سوف نستوى 82 دولار ونصف وثمانية وثمانون دولار مقابل البرميل الواحد وفشل اختراق 78 دولار قد تعيد التداولات السلبية مجددا إلى الساحة لاستهداف مستوى 72 دولار ونصف مقابل البرميل الواحد إذن أخواني لعزا ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة تفشل باختراق مستوى 24 وتعود مجددا بالتزامن مع تراجم ملك الملاذات الآمنة الذهاب نشاهد الأسعار تقترب حاليا من مناطق دعوم هامة جدا وهي 22 ونصف والذي يلتحم معها الأب تريند لاين والذي إذا نجحت الأسعار بكسرها سوف نشاهد قروج الفضة عن المسار الإيجابي وتبخر الآمال الإيجابية للفضة والذي قد تهوي بها إلى مستوى 21 والسبيل الوحيد لنجاة الفضة من الضغوط البيعية والتماسك أعلى مستوى 22 ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي يتماسك مجددا أعلى الستة ونصف وأعلى متوسط المتحرك لمدة 55 يوم والتماسك والثبات أعلى مستوى الستة ونصف هو الخطوة الأولى لاستعادة الفقة واستعادة الزخم الإيجابي والسيطرة عليه ولن يتبقى للغاز الطبيعي للانطلاق بشكل واضح وصريح إلا الاختراق مستوى السبعة حيث أن اختراقها سوف يؤدي إلى خلق موجة إيجابية قوية جدا لأسعار الغاز الطبيعي قد تصل إلى مستوى 8.15 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو إلا بالعودة أدنى مستوى الستة ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونشاهد مؤشر الداو جونز ينهار مع قوة الدولار الأمريكي الذي يهاجم الأسواق ويتحدى الأسواق مسببا الخسائر في أسواق الأسهم الأمريكية وحتى اللحظة نشاهد خروج مؤشر الداو جونز عن القناة الرئيسية الصاعدة ويتداول دون الأب تريند لاين متلقيا الضغوط البيعية من خلال التداولات دون مستوى 33.750 ودون المتوسط المتحرك واستمرارية التداولات أدنى 33.750 قد تخلق وتولد فرص بيعية لكن لم تؤكد هذه الفرص البيعية إلا بكسر مستوى 32.750 حين سوف نشاهد انهيارات متتالية قد تطال مستوى 31.500 على الشورتيرم وعلى اللونغ تيرم قد نشاهد مستوى 30.000 إذن أخواني العزاء يلغى هذا السيناريو السلبي التشاومي في حال نجحت الأسعار بالعودة على مستوى 33.750 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورز SP500 ومثلما ذكرنا سابقا أن الأسعار لا تزال تتداول أدنى وفي ظل القناة الرئيسية الهابطة واستمرارية التداولات بهذا الشكل سوف تؤدي إلى استمرارية التداولات السلبية الذي تقترب حاليا من منطقة الدعم الهام لمؤشر SP500 وهو الماثل عند مستوى 3860 والذي إذا نجحت الأسعار بكسر سوف نشاهد انهيارات تطال مستويات 3700 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الدكس ويفقد الدكس زخمه الإيجابي ويخرج عن الأبتيند لاين متداولا دون مستوى الـ 14205 متعرضا للضغوط البيعية من خلال التداولات دون أن توسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي قد تولد المزيد من الخسائر لتهوي بأسعار الدكس الألماني إلى مستوى 13600 و13200 على اللون تيرم ولن يلغى هذا السيناريو السلبي التشاومي إلا بالعودة مجددا أعلى مستوى 14250 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك والآخر يتعرض بالموجة الخسائر العالمية والأمريكية ويتداول دون مستوى 6700 واستمرار التداولات دون المستوى المذكور سوف يؤدي إلى التراجع سوى بمستوى 6400 و6200 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك ونشاهد مؤشر النازدك يتداول في ظل القناة الرئيسية الهابطة دون تريند لاين واستمرار التداولات دون مستوى 11900 قد تؤدي إلى استمرارية النزيف والهبوط صوب مستوى 11150 والذي يعتبر الدعم الهام جدا لمؤشر النازدك والذي إذا نجحت الأسعار بكسر سوف نشاهد موجة وسلسلة خسائر لمؤشر النازدك قد تطال مستوى 10650 و10 ألاف خلال التداولات القادمة والانيول وهذا السيناريو التشاؤمي البيعي على مؤشر النازدك إلا بالعودة مجددا أعلى 11900 إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا الفقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله